مع دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور واثق بين 2014 و2017 أين الضربة القاضية التي قلبت المقيس؟ شكرا مساء الخير عليك على المشاهدين الكرام أنا أعتقد سقوط عاصمة الخلافة وتحرير مدينة الموصل هو مفترق الطرق بالنسبة لهذا التنظيم لأنه تلقى ضربة موجعة في هذا المكان كان يعتقد أنه بعد خسارته للرمادي وصلاح الدين والحفاظ على مدينة الموصل سيعيد هذه المناطق مرة أخرى لكن أنا أعتقد التنظيم في واقع الحال قد انتهى في العراق إلى غير رجعة وهذا انتصار كبير إلى العراق الآن سيعمل التنظيم بتكتيك الضربات في مختلف المناطق في العالم وما حدث في مصر قد يدخل في هذا الاتجاه طيب بثلاثة أعوام عادة هذا ما يحدث إذا ما تحدثنا عن سوابق لجماعات إرهابية واحتلالها مناطق وزرعها الفتن وما إلى ذلك أين كان الاختلاف؟ يعني خسائر مبكرة هزائم على الأرض عسكرية خسارة اقتصادية خسارة لقادة بما أنه شهدنا العديد منها في هذه السنوات يعني أولا من يدرس في الفكر الإرهابية أو الجماعات الإرهابية يلاحظ أن التنظيم عندما ينتهي يستولد أو يستفرخ تنظيم يكون أشد قسوة وأكثر دموية وأكثر تكفير ولو نقارن بين القاعدة وداعش اللي خرج من رحم القاعدة أن القاعدة لم تكن تبحث عن دولة لكن في حين داعش أراد ما تسمى بدولة الخلافة القاعدة كانت تعتمد على الهجمات الانتحارية في حين داعش استخدم السوق العسكري في المعارك واستخدم المواد الكيميائية والانفتاح العسكري فضلا عن العمليات الإرهابية لذلك أنا أعتقد هنا تكون من الاختلافات الموجودة حتى عملية التقنية في وسائل الإعلام كما اطرق لها تقريركم في 2014 استطاع أن يسيطر على هذه الأمور بواسطة التويتر الفيسبوك الاستجرام وغيرها بحيث كانت هناك مشكلة في الدولة العراقية اللي سرعان ما استعادت وضعها واستطاعت أن تعود بعادة قوتها العسكرية ثم استطاعت أن تسيطر على كل التقنيات الإعلامية الموجودة وبالتالي هناك خسائر بما تحقق من ضرب القيادات داعش ومقتل أغلب القيادات الموجودة نعم بموضوع وسائل الإعلام نذكرت حضرتك كنا دائما نتحدث عن هذا الموضوع بأنه كان من أنجح لا أعرف إذا يمكن استخدام هذه العبارة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات كنا نتحدث عن تقنيات كبيرة جدا وحتى من أغنى تنظيم كنا نتحدث عنه مع كل هذه العوامل وصحح لدكتور واثق مع كل هذه العوامل خسيرة وبفترة يعني تعد قصيرة خاصة بالمعارك الأخيرة التي كانت تشكل آخر معاقله إن كان بالموصل أو بالرقة أتفق معك تماماً وهناك اعترف حتى في العراق يعني أنه في بداية المعارك في 2014 وانكسار الإصابة الجيش العراقي تحرير عملية الاحتلال للمدن أيضاً هو سيطر على وسائل الإعلام بث الرعب بين المواطنين في فيسبوك وفي تويتر وكان يستخدم الصمت الإعلامي ويتحرك به لكن أملية الاستعادة اللي حثت قلبة الموازن مع وجود قضية أخرى يعني أولاً كان هناك نظرية وانتحدثت في قناتكم سابقاً التحالف الدولي استخدم نظرية عش الدبابير أو مصيدة الجبنة كانت تسهل عبور المقاتلين عراق وسوريا وهناك أنبات تحدث عن 100 ألف وتطوع وصلوا الخطأ الكبير أن هذا التنظيم بعودة هؤلاء المقاتلين بدأوا يشكلون خلايا نائمة المفترك كان في تفجيرات باريس وبروكسل تحديداً لذلك الاستراتيجية تغيرت في إنهاء داعش عسكرياً التحالف الدولي ضربات جوية ضبط الحدود مصدر التمويل انقطع وأيضاً شركات تبيض الأموال ومتلها مشكلة كبيرة كان واجهة تنظيم داعش أنا أشكرك جزيلاً دائماً على المشاركة معناً بغداد دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية شكراً ترجمة نانسي قنقر